خلينا روح الهدية النهاردة الهدية النهاردة يرويها أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من عاد مريضا زر مريض وحرصه على زيرة المريض في العش الأواخر أوي لأنك لما بتزور مريض خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى الحاجة الوحيدة في الحديث الكدسي اللي قالك أما علمت أنك لو عدته يعني زرته لو وجدتني عنده المريض إدء نفسك بأي دعوة عند المريض هتلاقيها مجابة ما فهاش كلام لا ترد من عاد مريضا لم يحضر أجله دا النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول بيقول اللي يروح يزور مريض ولسه ما عاده ما جاش لسه أجله ما قالش أو ما أنشي فقال عنده سبع مرار يعني سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض يعني اللي هيدعي للمريض سبع مرات بهذا الدعاء وما يكونش أجله حان ربنا إن شاء الله يشفي طيب إحنا بقى إخواننا اللي في العزل وإخواننا اللي برة ممكن بقلوبنا وبألسنتنا نضرع إلى الله والله يعلم أن ابتعدنا عنهم ليس بمقدورنا أن نصل إليهم فربنا غفور رحيم قادر أن يشفيهم بالذكر الذي علمه إيانا صلى الله عليه وسلم يلا نرفع إيدينا للسمى كده ونقول لربنا اللهم رب النبيين رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بجائه نبي محمد صلى الله عليه وسلم وبقدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل البيت الأطهار اغفر اللهم ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا وارحم أموتنا واجبر كسرنا واحفظ بلادنا وصب الخير علينا صبا صبا لا تجعل يا ربنا عيشنا كدا كدا اجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا لا تعذبنا بالخوف ولا بالجوع يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أهممنا ونور أحزاننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر عمنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تصلت علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا اللهم أعطق رقابنا من النيران اللهم أعطق رقابنا من النيران اللهم انظر إلينا نظرة رضا في هذه الليالي المباركة يا أكرم الأكرمين وتقبل منا صالح الأعمال واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين وأخرجنا من الدنيا مستورين اللهم رب الرقل والمقام رب المشعر الحرام أقرأ رسول الله من كل مسلم السلام وصلي وسلم وبارك على خير الأنبياء والمرسلين